السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثالث الابتدائي رح نشرح تقريب الأعداد إلى أقرب 10 وأقرب 100 طلبوا من عندي هذا الفيديو قلوا لي ستشرحين تقريب الأعداد إلى أقرب 10 وأقرب 100 يلا عيني طبعا منزلت وشارحته وحالته موجود الحل لكن هس رح نشرح شون نقرب الأعداد إلى أقرب 10 تقريب الأعداد طبعا بصورة عامة هذا للثاني الابتدائي والثالث والرابع أو للخامس نقول أول مرة إلى أقرب 10 إلى أقرب 10 عدنا أعداد كريمة وأعداد بخيلة الأعداد الكريمة أول ما نجي قبل أن نقرب لازم نعرف الأعداد الكريمة يعني شنو الناجحة أو نسميها الأعداد الكريمة أمين من خمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة هاي ش أسميها؟ أسميها أعداد كريمة ناجحة الأعداد البخيلة الأعداد البخيلة الراسبة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة هذين شي سموهن أعداد بخيلة راسبة أعداد بخيلة راسبة الاثمونتعش الاثمونتعش المن تتقرب أباوة هاي إذا عشرة دي نقول إحنا راح نقرب الواحد يعني هذي أحد عشرات هذي أحد وهذي شنو؟ عشرات أريد أقرب الواحد لأن يقول لي قرب لي أقرب عشرة قدام الواحد اللي قبل العدد اللي هو يقصد بالأحد الثمانية أباوة علي عدد كريم لو عدد بخيل إذا عدد كريم تنطل الواحد يصير اثنين وإذا عدد بخيل راسب ينزل العدد الثاني فش نقول أنزل الصفر الثمانية تتطل الواحد يصير اثنين صار عشرين أعيد الشرح قرب إلى أقرب عشرة ومطين ثمنتعش شون أقرب الواحد أقرب إلى أقرب عشرة قدام العدد قبله الثمانية تتطل الواحد الثمانية باعتبار عدد ناجح وكريم يطل الواحد مرتبة يصعد الواحد يصير اثنين ونصفرها صار عشرين الثلاثة وسبعين الصفر أنزله الثلاثة عدد بخيل عدد راسب ما يطي للسبعة تنزل السبعة يعني شنو العدد الأول الأحد إذا راسب ينزل للعدد الثاني العشرات إذا ناجح تصعد العشرات مرتبة وحدة ثلاثمية وخمسة وعشرين أنزل الصفر الثنين أقربها لأقرب عشرة قدامها قبلها العدد خمسة الأحد الخمسة تطلل الاثنين يصير ثلاثة والثلاثة تنزل صار ثلاثمية وتلاثين لأن الخمسة عدد كريم عدد ناجح حطت للاثنين مرتبة وحدة صار ثلاثة زين ألفين وستمية واثنين وستين أنزل الصفر الثنين أنا مو أقرب الستة عشرات قدامها الاثنين للأحد راسب تنزل الستة وينزل هذا النشك وورا التقريب أنزل النفس ماهنه هاي قرب العدد إلى أقرب عشرة خلنا أخذ بعد الثمانية وثمانين أنزل الصفر الثمانية تطل الثمانية الثانية صير تسعة لأن الثمانية عدد كريم عدد ناجح الاثناش الاثنين ما يطل الواحد ينزل الواحد لأن الاثنين عدد راسب عدد بخيل ما يطل تنزل الواحد المية وخمسة وسبعين أنزل الصفر الخمسة تطل السبعة يصير السبعة ثمانية والواحد ينزل لأن الخمسة عدد ناجح عدد كريم 379 التسعة عدد ناجح يطل السبعة واحد يصير ثمانية ولثلاثة تنزل هذه قرب إلى أقرب عشرة ناخذ نقول قرب إلى أقرب مئة قرب العدد إلى أقرب مئة قرب إلى أقرب مئة زي سبعمية وتسعة وثلاثين أنزل صفرين لأن شنو عدي هذه أحاد عشرات مئات السبعة هاي مئات اللي تتقرب زيان يقول لي لأنمية قبل المئات عشرات شون من هسا قلنا قبل العشرات أحاد قبل المئات عشرات لثلاثة عدد بخيل تنزل السبعة عدد راسب ما تطي للسبعة واحد خمسمية واثنين وسبعين أنزل صفرين الخمسة أقربها السبعة تطلل الخمسة السبعة عدد ناجح الخمسة تصير ستة الفين وثلاثمية وخمسطعش أنزل صفرين إحنا لثلاثة تتقرب الواحد ما يتقرب عدد راسب عدد بخيل تنزل لثلاثة والاثنين ينزل الف وثلاثمية وخمسين أنزل صفرين الخمسة تطلل لثلاثة واحد يصير أربعة والواحد ينزل عدد مية واربعة وعشرين صفرين ينزل الاثنين ما تطلل الواحد تنزل الواحد أربعمية واثنين وخمسين الخمسة تطلل الأربعة يصير خمسة يصير الخمسمية ستالاف وسبعمية وخمسين أنزل صفرين السبعة تتقرب الخمسة تطلل السبعة يصير ثمانية والستة تنزل الفين وثمانمية وتسعة عش أنزل صفرين الواحد ما يطل لثمانة تنزل ثمانية والاثنين تنزل هاي عيني قرب إلى أقرب عشرة وأقرب مئة إذا أقرب عشرة أباوه علي منع العشرات أقربها وقدام العشرات أحد عدد ناجح تصعد الواحد مرتبة عدد راسب تبقى نفسها قرب إلى أقرب مئة أقرب المئات أباوه علي العشرات عدد بخيل تنزل السبعة اللي رقم الثاني عدد ناجح تصعد السبعة مرتبة الأعداد الكريمة الناجحة خمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والأعداد البخيلة الراسبة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إن شاء الله صار الفيديو واضح وإن شاء الله التوفير ترجمة نانسي قنقر